عندما كان السودان يدعم الدول وحركات التحرر لم تكن دولة الأمارات مذكورة في التاريخ ولا في خارطة العالم ولذلك نحن نعلم شرها ونحن الذين أسسنا مجدها وأسسنا تراثها الحديث ونهدطها الحديثة بأذرعنا وبملكاتنا العقلية أرجو من مجلسكم الموقر أن يتداول بشجاعة وأن يخطو الخطوة الأخيرة وهي ذكرى الأمارات الإيذانتها حتى تتوقف الحرب شكرا لك سيدنا